المحكمة الاتحادية تؤكد ان الترحيل الى سوريا غير ممكن دستوريا تراجع حزب الحرية في استطلاعات الرئي للانتخابات البرلمانية بورصة فيينا تبدأ تداولات الثلاثاء بارتفاع بعد تعافي السوق ناشط الجيل الاخير يعلنون استسلامهم لانه لا امل بالحكومة وفاة رجل في النمسا السفلى بعد لتغة دبور في حلقه تغيير مزود الطاقة في النمسا يوفر اكثر من الف يورو سنويا مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم قال كريستيان فيلتس فيزر رئيس المحكمة الادارية الاتحادية في النمسا ان الترحيل اللاجئين المدانين بجرائم خطيرة الى سوريا وافغانستان غير ممكن قانونيا ودستوريا واوضح فيلتس فيزر ان الوضع القانوني الحالي لا يسمح بترحيل اي شخص اذا كان من المحتمل ان يتعرض لخطر مباشر في بلده الاصلي بناء على المادة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان وجاءت تصريحاته ردا على مطالبات بعض الاطراف السياسية بفرض اجراءات اكثر سرامة في سياسة اللجوء واضاف فيلتس فيزر ان تأثير اتفاقية جينيف على القوانين النمساوية محدود وان اي تعديلات قد تتطلب تغييرات قانونية معقدة اظهرت احدث استطلاعات الرأي من وكالة الانباء النمساوية للانتخابات البرلمانية المقبلة تصدر حزب الحرية بنسبة 26.9% بتراجع طفيف بواقع 0.2 نقطة في المقابل حقق حزب الشعب والحزب الاشتراكي مكاسب في نسب التأييد حيث سجل الاول زيادة قدرها نصف نقطة ليصل الى 23.5% بينما سجل الثاني زيادة طفيفة بنسبة 0.2 نقطة ليصل الى 22.2% فيما يواصل حزب نيوس التفوق على الخضر بنسبة 9.7% مقابل 8.9% ويبقى الحزب الشعوعي بعيدا عن الدخول الى البرلمان ويضمن حزب البيرة دخوله بنسبة تقدر بـ 5.1% سجلت بورصة بينا ارتفاعا ملحوظا اليوم بعد تراجعات في الايام السابقة حيث ارتفع مؤشر اي تيكس بنسبة 1.64% ليصل الى 3.5 نقطة وجاء هذا الارتفاع بعد تداهر كبير في الايام الماضية بينما اظهرت اسواق الاسهم الاوروبية استقرارا طفيفا بعد ايام من الانخفاض وتأثرت الاسواق الامريكية بالمخاوف من ركود الاقتصادي مما اثر على تقييمات الاسهم عالميا بينما شهدت بورصة اليابان انتعاشا بنسبة 10% بعد تراجع حاد وارتفعت المخاوف في الولايات المتحدة بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة مع تسجيل زيادة في البطالة وخلق عدد اقل من الوظائف اعلنت مجموعة الجيل الاخير عن حل نفسها بعد فترة من تحديات وصعوبات في محاولة تغيير سياسة الحكومة البيئية وفي بيان اصدرته المجموعة قالت على الرغم من التهديدات بالعنف والاعتقالات والاحتجازات لم نعد نرى اي افق للنجاح واضافت المجموعة انها لم ترى تغييرات ملموسة في سياسة الحكومة النمساوية تجاه القضايا البيئية مما جعلها تشعر بالاحباط واعتبرت المجموعة ان النمسا تتحمل مسئولية تجاهل الواقع البيئي مؤكدة انها ستخصص الاموال المتبقية معهم لتغطية تكاليف الاجراءات القانونية توفي رجل يبلغ من العمر 57 عاما في ولاية نمسا السفلة بعد لدغة دبور في حلقه ادت الى اختناقه ووفاته على الفور رغم تقديم الاسعافات الاولية له وكان الرجل قد تناول مشروبه من زجاجة كانت دبور بداخلها حيث لدغاه في حلقه مسببا له صعوبة في التنفس ورغم جهود فرق الانقاد لم تنجح المحاولات في انقاده وتوفي بعد اللدغة ويأتي هذا الحادث بعد وفاة شاب في نيولينغ باخ نتيجة صدمة تحسسية من لدغة دبور وقد اثار الحادث صدمة في منطقته حيث كان الرجل ناشطا في المجتمع ومتطوعا في الاطفاء وفقا لعمدة البلدة جيرالت شيندل قام اكثر من 185 الف منزل وشركة في النمسا بتغيير مزويد الكهرباء او الغاز خلال النصف الاول من العام 2024 بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها من العام الماضي وارجعت هيئة تنظيم الطاقة اي كونترول هذا الارتفاع الى تنوع الخيارات بالعروض الجيدة مما جعل تغيير المزويدين اكثر جاذبية فقد سجلت نسبة التغيير في مزويد الكهرباء زيادة ملحوظة حيث بحث اكثر من 148 الف متعامل عن مزويد جديد وفي قطاع الغاز قام ما يصل ل37 الف عميل بتغيير المزويد ويمكن للمنزل العادي تحقيق توفير يقدر ب1800 يورو سنويا من خلال مقارنة الاسعار وتغيير المزويد ومع نهاية نشرتنا مشاهدين اذكركم بضروة تحميل تطبيق الفقرات على هواتفكم اطيب الاوقات كنتم معكم انا ادهام الجيد الى اللقاء